السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترسى اليوم سنشاهدوا كيفية تغيير لغات الويندوز لإصدار فيستا وإصدار ويندوز 7 طريقة هي جد سهلة كي يحتاجوا فيها برنامج صغير اسمه فيستاليزاتور وكذلك قوموا بتحميل لغة المرات تثبيت دياله الخطوة الأولى هي للتحقق بهذا الموقع اسمه فروجي نقطة اسكا فروجي نقطة اسكا كيف تتشاهدوا معايا طريقة كتابة الآن بعد الدخول إلى الموقع أنا لتحقق بركن تحميل دولود كيف تتشاهدوا معايا ها هو البرنامج فيستاليزاتور قوموا بالضغط عليه لتحميله قطينا تحميل نضغط على تثبيت بعد تحميل البرنامج هنا ركن لتحميل اللغات ولكن المشكل هو أنه نخص نعرفو شنا هو إصدار ديال ويندوز اللي عندنا واش فيستا ولا ويندوز سيفن وكذلك نعرفو إصدار ديال فيستا ولا ويندوز سيفن واش من 32 أو 64 نمعرفة نوعية الجهاز جهاز غادي نلتحق با أورديناتور ندرو بخو بخيتي كيف تتشاهدوا معايا أنا عندي إصدار ويندوز سيفن لي 64 غادي نقوم بتحميل إصدار المناسب لجهازي هو ويندوز سيفن 64 نضغط عليه كيف تتشاهدوا معايا كي يعطينا جميع اللغات التي يمكن تثبيتها على الجهاز بالنسبة لي أنا الجهاز اللي حاسوب عندي باللغة الإيطالية غادي نحوله اللغة الفرنسية همش الفرنش ونقوم بتحميل هاد الميلف طريقة تثبيت اللغة قوموا بفتح البرنامج كيف تتشاهدوا معايا بعدها نقوموا بتثبيت على الميلف دي اللغة كيف تتشاهدوا معايا قوموا بالضغط على أوكي أبري عدني اللغة إيطالية قوم بتأكيد ديرو كيف تتشاهدوا معايا جهاز غادي قوم بتثبيت تثبيت اللغة الفرنسية يعني يجب تأكيد تثبيت انستالي ضغطوا عليها البرنامج يخد حوالي عشرة إلى عشرين دقيقة لتثبيت اللغة كيف تتشاهدوا معايا عشرون دقيقة قوموا امتدار إلى حين انتهاء التثبيت كيف تتشاهدوا معايا تحميل تثبيت كيس سامر هنا تقول لنا أن العملية تمت بنجاح هنا تطلب منا عمل روبوت لجهاز ضغطوا على تأكيد أوكي والجهاز غادي قوم بعملية روبوت بعد عملية روبوت اللغة إن شاء الله سوف يتم تثبيتها على الجهاز نسلنا آراءكم وأسئلتكم زروا على الموقع www.technosatellite.net أو على صفحتنا في الفيسبوك facebook.com.com.technosatellite نخليكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته